هذه الجائزة مسؤولية تدفعني أن أنا أدخل فيه بروجيكت أكثر في الإعلام أكبر من أن شرف أهو بعد مسؤولية فإحنا فخورين بهذه الشيء وشكراً على كمية المعرفة التي أعطونا إياها خلال هذه الثلاثة الشهر مرحبا متابعيننا هي الفرصة الاستثنائية التي تهدف إلى إخراج شباب بحريني متمكن في مجال الإعلام وزارة الإعلام تعلن مساء اليوم عن الفائزين بجائزة المواهب الإعلامية بصراحة أنا وايد سعيدة بهذه الجائزة هذه الجائزة اليوم كأنها دافع لي أن أنا أواصل في مجال الإعلام وكأنها جواب حق كل التساؤلات اللي كانت في مخي إذا أنا فعلاً أحب هذا المجال وإذا أنا فعلاً أقدر أعطي فيه هذه الجائزة بمثابة جواب حق كل هذه التساؤلات اللي دائماً تتواردني والجائزة الأثمن وجود هاي الأطفال معاي في الحلقة هذه الجائزة مسئولية تدفعني أن أنا أدخل فيه أكثر في الإعلام ولازم أن أنا أواصل في هذا المجال وأحاول أن أنا أوفق بينه وبين الهندسة الكيميائية لأنه عقلي مع الهندسة وقلبي مع الإعلام طبعاً في البداية شرف كبير بالنسبة لي أن يكون يعني الحائز على المركز الأول في المسار الإنجليزي من جائزة المواهب الإعلامية 2023 بالنسبة لي شرف يعني كبير ومسئولية أكبر من أنه شرف هو بعد مسئولية أن نمثل إعلام البحرين ونطور منها ونوسطها للمستوى العالمي من ناحية الكوادر من ناحية البرامج من ناحية التقنيات المتواجدة فبالنسبة لي يعني الحمد لله الحمد لله يعني مو بس أنا بس الأربعين متأهل والعشرين متأهل للمرحلة النهائية كلنا بغض النظر عن اللي فاز مركز الأول أو المركز الثاني أو المركز الثالث أو اللي ما تأهل المراكز النهائية يعني أحس أن كلنا أحين صار فينا الطاقة والرغبة أنه إحنا نساهم في تطوير المسيرة الإعلامية في البحرين يعني الحقيقة إحنا اليوم موجودين هنا في ختام مسابقة المواهب الإعلامية المسابقة الحقيقة اللي استمتعنا في مجرياتها تم تسليط الضوء على مواهب جميلة جدا من فئة الشباب يمكن كثير منها لما يمكن مسلط الضوء عليه ويعني وضع صيغة نفسية لتقديم الأفضل من بينهم فالحقيقة اليوم الحمد لله من خلال المسابقة تم تقديم محتوى إعلامي مميز يمكن ينافس حتى المستوى الاحترافي نشوفها في الملاصات الإعلامية نشكر الحقيقة صندوق العمل تمكين على دعمهم برئاسة سيد سمو الشيخ حيسى بن سلمان والدعم الكبير اللي قدمونه لوزارات الإعلام نتمنى أن المسابقات اللي تسليط الضوء على المواهب البحرينية بشكل عام في كل المجالات تزيد وتسم تسليط الضوء على هذه المواهب وأبرازهم لأن الحقيقة نشوفها هذه صيغة ناجحة في برازل يعني المكنون اللي موجود لدى المجتمع البحريني من إبداع وثقافة أول شي فكرة برنامجي كانت هي فكرة جيلون جيلون هو كاركتر يكون حق الأطفال وأتمنى أنه يكون كاركتر يعني سوبر هيرو حق الأطفال فكون هاي الشخصية هي أصلا شخصية بحرينية هاي شي أنا أفتخر فيه وأحب أني أنا واصل عليه ويدش في كل بيت إحنا يمكن الجائزة صج ثلاث مراكز بس الجائزة الفعلية كانت الوركشوب الورش اللي قدموها لنا من خبرات برع البحرين وداخل البحرين فإحنا فخورين بهاي الشي وشكرا على كمية المعرفة اللي عطواني إياها خلال هاي الثلاثة شهور شاركت في جائزة المواهب العلامية برعاية الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي والصراحة أتاحت لنا فرصة للتدريب فرصة أن نحن نشوف العلاميين عن قرب ونحاول نقتدي فيهم هاي الفرصة كانت وايد حلوة لنا وفتحت لنا آفاق وأتبادنا التوفيق للجميع بصراحة ووايد أني فخورة أن طلعت من ضمن الخمسة عشر لوائل راح يكون فيه برنامج تدريبي من قبل راديو بحرين 96.5 إن شاء الله حق المتأهلين الخمسة من فئة اللغة الإنجلينزية والبرنامج راح يكون مدة ثلاثة شهور برنامج تدريبي مدفوع من قبل الراديو وأحنا متحمسين وايد إن شاء الله نحن نشوفهم موجودين معنا ونستفيد منهم وهم يستفيدون مننا بعد